إلى الصفقات الفاسدة والعقودة المشبوهة بهدر المال العام والتي أبرمتها وزارة الكهرباء تحت عهدة الوزير لؤي الخطيب حيث تكشف قناة دجلة عن عقد ملياري جديد تكتنف شبهات الفساد من كل حدب وصوب وحصلت قناة دجلة على وثائق رسمية تبين خروق صارخة في إحالة عقد تجهيز محطة بزركان الغازية بمحافظة ميسان بقيمة 16 مليار دينار لشركة خاصة تدعى يونيفرسل جيت خلافا للتعليمات والضوابط النظمة لإجراءات العقود الحكومية حيث تبين الوثائق أن وزارة الكهرباء وعبر الشركة العامة لإنتاج الطاقة الكهربائية المنطقة الجنوبية أحالت عقد تجهيز محطة بزركان إلى شركة يونيفرسل جيت على الرغم من عدم امتلاك هذه الشركة لتخويل من شركة براد أند ويتني الأمريكية ساحبة الدعوة الاحتكارية الأصلية لتجهيز المحطة بالوحدات الضرورية وتوضح الوثائق أيضا أن وزارة الكهرباء مررت بشكل غير قانوني الإحالة إلى شركة يونيفرسل جيت رغم الخرقات والمخالفات التي رصدتها لجة العقود المركزية في الوزارة وذلك بتواطئ بين جهات عليا في الوزارة والشركة الأهلية اشتركوا في القناة